هنروح بعد كده لكرة السلة كرة السلة طبعا زم حداتكم عن فيه منتخب مصر تأهل بعد أربعة ويندوز إلى بطولة العالم أو بطول كأس العالم بعد غياب يمكن 8 سنوات أو أكتر يعني على ما أتذكر كان 8 سنوات أو 2 كأس عالم آخر يمكن كأس عالم كان 2014-2015 منتخب تأهل إلى كأس العالم اللي هتلاقي من شاء الله الشهر القادم فيه 6 لعبين في القائمة المبدئية من منتخب مصر من النادي العالم 6 لعبين تم ضمهم هو ده مش القائمة النهائية ولكن ده مجموعة من 16 لعب يعني اختارهم المدير الفني روي رانا الكندي الحقيقة اللي عمل طفرة مع المنتخب خاصة دفاعية 6 لعبين وهم يعني عمر زهران إيهاب أمين عمر طارق كريم حتم عمر عزب عمر زهران الحقيقة القائمة دي ينقصها عبدالله ناصر يعني أنا كنت شاف أن عبدالله ناصر يستحق للانضمام ولكن عبدالله ناصر النهاردة بيستعد مع فرقيته في الجي ليك في أمريكا كثالث مصري يشارك في دوري الجي ليك خلينا أقول لكم دوري الجي ليك ده دوري مهم جدا بعد الان باي كل لعيبة الان باي بلعبه فيه والدرافت واللعيبة اللي جاي من كل حتة في العالم عبدالله ناصر هيخوض هذا الموسم مع فرقيته الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية فلذلك هو غاب عن استعدادات منتخبه طبعا أهاب أمين نجمينة اللي تم عمره عامه الثامن والعشرين مبارح كان عد ميلاد أهاب أمين الثامن والعشرين مبارح نقول له كل سنة طيب أهاب ثمانية وعشرين سنة إن شاء الله تقلق تانين في الملاعب تقدر بطولات كثيرة للنادي الأهل إن شاء الله مجموعتنا أمين في كأس العالم مجموعتنا المكسيك لتوانيا الجبل الأسود مجموعة صعبة لتوانيا هي يعني من أعظماء اللعبة وتصورنا لتوانيا هتبقى يعني أنت ممكن المكسيك والجبل الأسود الجبل الأسود فرقة قوية جدا أنت لو قدرت تكسب حتى المكسيك في مباراة المجموعة دي ودخلت تالت لأ هتفرق معك في الترتيب بعد كده مهم جدا المنتخب مصر يروح وده بتهيئل فكري روي راينا واللي قاله مرارة وتكرارة لا مش راح تمثيل مشارف خلينا أقول لكم أن فيه لعبة انضمت للمنتخب بؤثرة جدا فيه يعني عبد الرحمن نادر لعب منتخب مصر واللعب في الان بي ايه انضم للمنتخب فيه لعب أيضا كمان باتريك انضم فيه منتخب مصر طول 2 متر 17 فيه مجموعة من اللعبين انضمه فيه موسى ابن كابتن موسى طبعا انضم أدهم موسى أنا آسف طبعا أنا كابتن موسى لعب نادي الزمالك السابق واللي عايش في الوقت المتحدة أدهم برضو نضم للمنتخب عندنا 3 ا4 لعبين ممكن يعملوا الفرق طب هديكي تقول لها كابتن هنا طيب ما هما اللعبة دي ما لعبتش بتقود أفريقيا مفيش كلام ده مفيش الكلام ده في الرياضة مفيش حاجة اسمها للعب أفريقيا ولا يلعب كاس العالم عشان هو اللي لعب أفريقيا مفيش الكلام ده انت بتاخد الأكفة والأفضل في كل بطولة بصرف النظر مستقلة مش عشانا كنت معك بتقود أفريقيا وتأهن يبقى معنا كده ان انا حجزت مقعدي مع المنتخب هلع في كاس العالم روي رانا ضم كل العيبة اللي تستحق الانضمام بيتمرن معاهم يصبحوا بعد الظهر بيستعدهم النهاردة في معسكر خارجي في سولفينيا هتقول ليه سولفينيا لا سولفينيا يعني دولة متقدمة الآن في كرة السلة من الاربع كبار أو الخمسة كبار في أوروبا في معسكر هناك بعد كده نخلص نطلع على إيطاليا إيطاليا أيضا من الفرق الكبرة يمكن زي ما قلت لحضراتكم في بداية الخبر روي رانا عمل طفرة كبيرة خاصة في الدفاع هو كل شغله دفاعي وده اللي فرق مع المنتخب وده اللي بنقوله دايما الدفاع يخليك تكسب بطولة واثنين وثلاثة ويخلي شكل الفرق حلو الهجوم يخليك تكسب مطش اثنين ولكن مش هدادها تكسب بطولة فروي رانا لما جي من أول يوم هو كان حريص على ده البطولة زي ما قلت لحضراتكم أو بطولة العالمة تلاقي من 25 أغسطس لحد 10 سبتمبر اللي احنا فيه وعايز أقول لكم أن بعد كده إن شاء الله هترجع اللعبة هيكون النادي الأهلي عنده بطولة العالم أو كأس العالم الأندية وبرضه هيكون بطولة عربية النادي الأهلي عنده أجندة ممتلئة في كرة السلة يعني مستر أجوستي بوش بيستعد سامع أنه فيه تفاوضات مع يعني اللعب واثنين النادي الأهلي بيحاول يضمون في كرة السلة ولكن فرقتنا موجودة وجاهزة خليني بس أشير لحاجة عمر زهران عمر زهران لعب منتخب مصر الكبير الآن وأحد نجوم الفريق ما لعبش ولا منتخب شباب في أمره دي علامة استفاهم قريبة جدا إن عمر زهران مش ممكن يكون عمل الطفرة دي على كبير يعني على سنه الكبير ولكن في سنه الزغير ما لعبش لا منتخب شباب 16 ولا منتخب شباب 18 ناشئين 18 أو 16 ما لعبهمش ولم يشارك وما شاء الله عليه دلوقتي من أفضل لعبة أفريقيا في سنه بدلينه اتخذ منتخب أفريقيا للعب بطولة المنتخبات أو بطولة القرارات اللي تلعبت في كندا من حوالي 3 أسابيع كان مع منتخب أفريقيا المصري الوحيد ومعه كمان كان عبدالله ناصر